معنا اتصال من أستاذ الصباح؟ أهلاً وسهلاً يا أستاذ الصباح صحياتي ليك والفضيلة الشيخ محمد أهلاً وسهلاً بحضرتك معلش والسؤال ضويل شوية بس أنا عايزك إيه؟ ما تقطعيش معي الله يا بارد فامس إن شاء الله بإذن الله اتفضل بقول لحضرتك أنا روحت للحج السنة دي فإحنا عادنا طب حضرتك بس هتقفل التلفزيون علشان ما تسمعناش منه بقول لحضرتك روحنا للحج السنة دي تمام بعد كده الساعة 4.5 طلعونا من المكة عادنا في الوتوبيش لحد الساعة 12 وصلنا إن نجيب الجامعات كده الساعة 12 فقال لنا لو عدت الساعة السواء قال لو عدت الساعة 12 بقى فيه دبح بعد كده دخلنا الميجرات حاجة براحة كده يا حجة بعد إذن حضرتك حاجة صباح لو سمعن حضرتك اتحركت من عرف 4.5 4.5 إحنا في الوتوبيش لحد الساعة بعد إذنك بس يعني التوضيح بس المهم ده قل حضرتك كنت في أرض عرفة 4.5 في الباص صح كده؟ اه 4.5 قعد الباص بنا واقف سويني يا أستاذة صباح بس الشيخ محمد عايز يستفسر على حاجة معلش اسمعي يسؤيله بعد إذن حضرتك فضلت في الباص في الوتوبيش لحد الساعة 12 ونص في نفس المكان ولا من 4.5 انتقلت المكان تاني؟ لا في 4.5 إحنا لسه ما ممشناش وإحنا قاعدين قالوا ده الطريق مقفولة قاعدنا قاعدين لحد المهم اتحرك بين عشرة ونص وصلنا الساعة 12 إلى 10 اللي روح نجيب الجمارات يعني اتحرك في الوتوبيش عشرة ونص للمزدلفة اه فنزلنا الساعة 12 نزلنا الساعة 12 من الوتوبيش لمينا الجمارات وصلينا الركعتين والساعة 2 طلع بينا ودانا فين على اساس الروح على ميناء على ميناء عشان الرمل عشان الرمي رمينا فوق على الكبري مشينا ستة كيلو وبعد انه نزلة ماشية كده لقيت المكان اللي هيوديني انا دي وقت الواحد والناس كلها هتهت من بعضيها والناس كلها طعيط وانا حطي الشنطة على كتفي ودخلت ايه عشان نرمي الجمارات مشيت بتاع ستة كيلو اكتر ورميتي الجمارات ومشيت جينا بقى يوم واقفت عرفة اعادنا في الخيام اه ما فيش حد فيش حد فينا خرج خالص قالونا طالما انت وعدين هنا مش مهم نطلع الجبل فما طلعناش الجبل ولا ورحناش المسجد اللي بيروح وصلوا فيه ده اللي هنا ده في عرفة ده في عرفة بعد ما احنا رحنا رمينا الجمارات ودونا دلوقتي رمينا للجمارات وروحنا ايه اعادنا في عرفة حضرتك بس يا حجة صباح بعد اذنك كده الترتيب اللي حضرتك بتقوليه ترتيب مختلف لو سمحت حضرتك المفترض ان انكو روحت عرفةipe الاول يوم عرفة ويس رحت عرفة وبعدmiş اتحركتم او ركيبتوب� kissing الساربعة ونص صح الكلام اه وبعد كده توجهتوا المسدلفة خدتوا الجمراط صح تمام اه بعدكده روحتهم اينها علشان ترموا الجمارات اه حضرتك رميتي الجمارات يوم العيد رميتي الجمارات يوم العيد اه الصبح اه يوم العيد الصبح كده حجة خلص بقى بقى الأعمال طيب سؤالك إيه الحج صحيح بتتكلم على فكرة إن هي راحت وصلت الساعة 12 المزدرفة فبيقولوا إن كده يبقى عليها إن هي تتبع حجها صحيح صح مش ده سؤالك يا أستاذة صباح وما طلعناش الجبل بتاع عرفة جبل عرفة يعني النبي صلى الله عليه وسلم لم يصعد هذا الجبل جبل الرحمة مش جبل عرفة جبل الرحمة ده لا يسنوا صعود هذا الجبل النبي صلى الله عليه وسلم وقف عنده وما صعد رسول الله صلى الله عليه وسلم الجبل مطلقا واسمه جبل الرحمة عشان ما روحتش المسجد ولا روحت جبل الرحمة حجك صحيح فقال صلى الله عليه وسلم وقفتها هنا وعرفت كلها موقف طب ليه قالولها أنها تتبع هل في لغبطة في الموضوع ده في حاجة يا شايف محمد أكيد حد مش فاهم منها حاجة طب إمتى الحل يعني فكرة ساعة 12 المواقيت ليه علاقة سحررتك سألتها بدقة على موضوع المواقيت أنا بس كان الفكرة هل هي خرجت من عرف 4 ونص لو خرجت من عرف 4 ونص لا حجة لها لا حجة لها آه طبعا لأنه لا بد أن يؤذن المغرب وأن يجمع بين جزء من الليل وجزء من النهار في عرفها آه يبقى هنا لكن هي في النهاية تحرقت الساعة 10 فكذا خلاص كده حجوها صحيح طب الحمد لله حجة صباح وربنا يتقبل منك يا رب اشتركوا في القناة